اشتركوا في القناة ما يخفيك شو راهد الكل خدمة كبيرة راو الفلاحة طورت برشا الفلاح اللي كان يمارس نشاطه بالمعارف اللي ورثها دامغي على جدوده يلزم يجدد ويتعلم باش يطور نشاطه ويولي مستثمر فلاحي على خطر الفلاحة ديما تتطور مع الوقت هذا كعليش يلزم يشارك في دورات تكوينية كما دورات مدرسة المستثمر الفلاحي FBS والتجديد في التكوين في منظومة الألبين فيل اللي يتعلم فيهم بارشة حاجات مثلا كيفاش يخاطط ويجدد ويتابع كل ما يخص فيرمته مهم جدا أنه يشاور أهل الاختصاص ويطبق الطرق السليمة للإنتاج ويتابع كل ما يخص الفيرمة من مدخيل ومصاريف وزيد اش يلزمه من علفة عام كامل ويبرمج اش يزرع ويحسن التصرف في الموارد متاعه وهذا بكله يضمنه ربح أكثر ونجاح مشروعه ايه صحيح كلام صواب ايتفضل معايا ندورك في الفيرمة باش تيخو فكرة اشنو عملت باش استحقيتو من غير فخرة جايزة أحسن ضيعة لموذجية ماذا بيا يزيد فضلك كي ما تشوف المشارب الآلية هذوما عاونتني في حاشتين رتحتني وربحتني في الوقت وفي اليد العاملة البقرة نخليها سيبة تيخو غرضها على راحتها وقت اللي تعطش تشرب من ما ينظيف فرشك ومحفوظ خير ما تشرب من جيبية في الهواء مع عرضة للأوسيخ والتلوث وهذا يسمح لي بش نتلهاب حاجة أخرى والنقص من المصروف والبقرة تعطيني أكثر حليد بخلف هذا زد فلح شيش ونعطي وجبات متوازنة حسب الترتيب الصحيح كي ما تعلمنا في التكوين معقول يعطيك الصحة اما كيفاش تنجم التابع البقرات نتخيل مسهل تقصد في المراقبة والتسجيل يجنواريك سهل يسر أنا علقت الجدول هذا اللي انقيت فيه التواريخ اللي تخص بقراتي واللي تساعدني على اتباع الطرق السليمة في تربيت الأبقار مثلا كيمة التلقيح والعشار والغرز والولادة وكمية الجرد والعلف بالإضافة المداخلي ومصاريفي شفت مكينة الحلب هذي؟ تحلب البقرة بسرعة في وعاء مغطي ونظيف وتريح المربي أو المربية من الحلب اللي دين في سطل اللي نجم يتلوث التنظيف المستمر للمكينة وللكوري مهم برشا ويضمن جودة الحليب وبالتالي الربح بعد الحلب وين نخزنه الحليب؟ في بادن ولا في خزان؟ الأفضل نخزنه في خزان تبريد يحفظ الحليب في انتظار خروجه وبيعانه أنا في بالي الي يجمع الحليب يتعدوه كل يوم والحليب ما يبتش مش ديما تنجم ظروف التقص أو ظروف أخرى تمنعهم وقتها الحليب يفسد وتعرف خويا الفلح الحليب ما يصبرش خزان التبريد وقتها هو الحل معقول كلامك صوب الماكينات هذه يأكلوا برشا ضوء اختصارة فاتورة ستيك تجيني صفر باللهي كيفية؟ شفت الألواح اللي فوق سطح الكوري؟ هذوكم مصدر الطاقة يخزنوا الطاقة الشمسية ويحاولوها الطاقة كهربائية تخدم الماكينات اللي عندي كل وزيد الضوء الفيرما بكلها ونزيدك زيادة كي تستهلك أقل من كمية الطاقة الكهربائية اللي تنتجها الكمية الباقية لما خزنا تقبلها عليك الستيك وتربحك فيها ها وفار ويتكلف برشا تركيب الواحة الطاقة الشمسية هذي؟ ثم من حاباهية توصل 50% من كلفة التجهيز يتمتع بها الفلاح اللي دخل الطاقة الشمسية بعد دراسة مشروعه ومعرفة حاجياته وياخذ الموافقة واللي دفعه الفلاح في اللول يرجع له في ساعة بعد ما يرتاح من فاتورات الكيس حمطع الضوء وهذا شو هو اختصارة؟ هذك جهاز للرصد الجوي يعطي معلومات على المناخ تفيدني باش ناخذ حذري من التقلبة الجوية مثلا إذا نحب نداوي اتعاوني باش نشوف إذا فم ريح ولا مطر باش تصب نولي نأجل وزيدا نعرف كمية الأمطار على أساسها ندوز كمية الري ونستعمل زيدا التطبيقة هذي في تليفوني اللي نعرف بها أحوال التقص وتعطيني كمية الري اللازمة والوقت المناسب كما النجم نعرف إذا عندي مخاطر متع أمراض معينة متعلقة بالمناخ ولا عندي مخاطر متع جليدة لحقيقة أنا انتبع نشر الجوية في التلفزة أما فيهاش نشر دوارنا ماذا بيك توقضنا إذا فم تبديل في التقص في جهتنا نولي ونحتق الله يبيرك خويا الفالح اتنجم زيدا تهبط تطبيقة في تليفونك بليش فلوس تولي تعرف أحوال التقص في جهتك وتعرف وقتيش وقديش تسقي بالضبط يعطيك الصحة طوى نهبطها في تليفوني تطبيقة هذي ونولي نصعملها أنا زيدا أما حسما نشوف فلاحتك متنوعة؟ صحيح خصص طبط أرض للزراعات العلافية اللي نعرف بها للبقرات كما الفصة والبرسم والمنجور وربحتك نقص من شريان الكنسنتري اللي كما تعرف يذر كنكثروا منه في تغذية البقرات بغليف أنه غالي برشا وزيد من فويد التداول الزراعي المحافظة على خصوبة الأرض والقضاء على التفايليات والزيادة في مردوديتها وكما تشوف زرعت طبط أرض بطاطا آخر فصلية وبش نطبق التداول الزراعي اللي قدلك عليه ونزرحها فصة للبقرات الموسم الجي هكيكا نحسن المداخيل ونستحفظ زيادة على الأرض متاعي حاصيلوا المهم بش يكون المشروع الفلاحي ربح يلزم يكون الانتاج متنوع والفلاح حاذق بش حاجة اتهز حاجة ويلزم التكوين المستمر واستعمال الطرق السليمة في إدارة المشروع على خاطر الفلاحة في وقتنا هذا يلزمها معرفة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة وبالطبيعة المتابعة دائمة هذكا عليش شعاري في العمل التجديد من أجل الاستثمار لضمان النجاح بالحق جايز تحسن فيرمة اسمها لمسمة وتسحقها بالفم والملاي اختصارات ان شاء الله بالبركة وانتي زيدة ان شاء الله كمرة عندك وانا على ذمتك في كل وقت على اي معلومة ولا انصيحة ولا عينة بارك الله وفيك اختصارات وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة